بسم الله الرحمن الرحيم تكملة بارتو من السويتشين اوبر فولتيج فيديو الفات تعرفنا على بيزوكوف السويتشين اوبر فولتيج طيب اليوم افترض نشوف التي او في تيمبروري اوبر فولتيج لكن قبل ما ابدأ التي او في افترض نعمل السيميليشن بالنسبة ل الاس او في اذا اتعرفنا على السيستيم هنا فعندنا هنا بص انفينياتيب بص او جنريتر وانفينياتيب بص لانه على مستوى 380 كل فولت الاس اميدنس 8.5 الاس اميدنس بصد اميدنس تتمسلنا في النهاية الاس او الكبير وانفينياتيب بصد او كيلو متر عدنا هنا الترانسيميشن الإن سيستين كيلو متر بصد او داول سيركيت ثمانين كيلو فولت طب الاس اميدنس وعندنا هنا اوتو ترانسفورمر بنزل الى 115 كيلو فولت وعن ترجري فيو دلتا وعندنا هنا لوت من السبستيشن دي عندنا الخط بطائنا من السبستيشن ايه من السبستيشن بي عندنا الخط المستهدف الخط نهايته مفتوحه وطوله 210 كيلو متر 380 كيلو فولت وعندنا سيرجع بريستر في باية الخط وفي نهاية الخط وحين عندنا باقي المنظومة طيب الان سيأخذ معنا الزمن طويل سنبدأ السيموليشن ونرجع للبريزينتيشن نعمل سويتشين نعمل سويتشن للخط خط نهايته مفتوحه لذا نمثل حين نحن سيكون لدينا ملطبة الرام هنا سنتعرف على ملطبة الرام سيكون لدينا 106 سيكون لدينا ملطبة الرام سيكون لدينا ملطبة الرام سوف نرى التمبير التمبيري التمبيري تلين من 4 أو 5 يكون لدينا ملطبة الرامة لدينا ملطبة الرامة الآخرية من السنجل لانتو ايرس فولد الكلام ده لا كمتين في الانسيولياتيد سيستيم في الانسيولياتيد سيستيم يعني الان ايرسيد ايضا ممكن يكون ناتج من لود ريجيكشن في لود طلع من الخط يخليلينا ايضا الانسيولياتي طبعا ناتجة ايضا من الفرنتي او ممكن تكون ناتجة من انه الانسيولياتيد يستعمل الانسيولياتيد اذا كان ايضا او او اذا كان في جنراتيد زي ما ذكرنا في بداية الفيديو السابق لأنه ممكن يحصل لنا وبرفورتي ديوتو الترانسفورمر انرجايزين وتحديداً للهارمونيك رزونوس فلوين ترانسفورمر انرجايزين يعني ناتجي انه لو عاد راشكران فيه هو لو اردر فهرمونيكس وممكن قول لو اردر فهرمونيكس يتخلي لنا الال و سي يحصل لين يخش في حالة بتاعة رزو نصف وبالتالي ممكن يحصل للي اوبرفورتيج زي هنا وجينا الشكل له طيب هنا ديه مثلاً ناتجي من فرنتي افكت او من ايرسفولت لان ايرسيت سيستيم هنا ده ما يخص الحتة بتاعة الترانسفورمر انرجايزين لكن هنا تحتوي على تمل هي حضر أوردر فهرمونيكس نتجي من استيق programmed وسيحصل لي لها تكبير لي جهود هذه حضر أوردر فهرمونيكس هنا شعبك مال من كذلك عندنا ممكن ان تجلينا من البررل لائن رزونس او الكوبولت لائن رزونس نتيجة اذا كان عندنا دابل لائن دابل سيركيت في تور واحد وبالتالي في تبادل بيناتين اذا كان عندنا سيركيت ديني رجايزت و سيركيت انرجايزت فممكن يحصل لنا رزونس لكن دائما الكلام دا اذا كان دابل لائن دابل سيركيت ديني حياته كان موصل في رياكتر لكل سيركيت في رياكتر في رياكتر طبعا اكيد على مسؤول هاي بورتيج بيكون دائما في رياكتر في نحية الخط الثلاثة الفوكدل نحن ممكن ندعمل معاين معاملة بتاعت يعني ممكن ندرسين بـ RMS Value بـ RMS Value معناه نحن ما محتاجين بـ SCAD أو MTB بلاتفورم يعني ما محتاجين لطنيق بـ SCAD لتدراسة Front Effect أو Single Line Trails لانه نحن ندعمل مع هاكا ممكن ندعمل مع هاكا ما محتاجين ندعمل بالـ Waves أو بالـ Big Value أو كده معاملة فقط بـ RMS Value عما بالنسبة للـ Transformer Energizing وبـ Barrier Line Resonance فدي هنا نحتاج ندعمل بالـ Big Value فبالتالي محتاجين لتمثيلي للـ Simulation بالتالي نحتاج لي بـ SCAD Tools فبالتالي محتاجين لـ طيب الـ ToV هو دائما قلناه في الـ VV لكن عند الـ VV أو الـ Low Order of Harmonics برضو يعني في حالة الـ Transformer Energizing و الغيامة بـ بتراوح من 2 إلى 2.8 أو التركيسي من 500 هرس إلى 2 كيلوهرس بمعنى انه في النهايه هو less than one cycle أو two cycle يعني لكن هنا ماني cycle الـ duration بتاع T-O-V لكن كـ value ما قريبة خطيرة نجل الحتة تحت الاعتبارات الـ modeling بالنسبة للـ board system الـ modeling consideration نحن في الفيديوهات السابقة ما تكلمنا عن الحتة بتاع تلينه كيف نحن نعمل الـ proper modeling وكيف نعمل الـ validate لـ modeling فهنا اننا منظومة 380 kilovolt system اللي سنستخدمها في simulation بالنسبة للـ الـ switching over voltage نحن فقط نحتاج نمثل المنظومة بـ 2-3 نحن فقط من النقطة التي نعمل لها الدراسة من النقطة الـ بتكفي ليه؟ نحن 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 التحدث وهو llega باكل الب AMP نحن 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 كما جانبية وكاديوريشن وهو كذلك ما بي تأثر بالفاراوي أو الريموت إليمنت السببين فقط بمثل المنظومة يعني لطول السري باسس فقط بمثل المنظومة فقط بمثل المنظومة فقط بمثل المنظومة فقط بمثل المنظومة هذا نعمل في الدراسة السلينة في السوف كما ذكرنا الترانسيميشن الكابل يجب أن نقوم بمثل المنظومة وبالتالي يجب أن نقوم بمثل المنظومة كابل والترانسيميشن والترانسفورمر اعتبارات المنظومة كما ذكرنا المنظومة أعتقد أن يجب أن نقوم بعمل إلى أيضا قد؟ إلى أيضا قد يجب أن نقوم بمثل المنظومة في هذا الترانسيميشن علينا السببين فقط المنظومة تجب أن نقوم بمثل المنظومة كانت الخطوط الترانسيم اشباب ذكرنا لا تأثير التسويتشيند تأثير التسويتشيند تأثير التسويتشيند وهو نفسه ما بتأثر بالرموت تأثير التسويتشيند أول مصورة قرار أضف تأثير التسويتشيند إذا نسلي البرير تأثير التسويتشينة أو تأثير التسويتشيند ومن نسبة للمسOP يمكننا الاقلاء مستقبل بواسطين تأثير التسويتشيند لأنه يحتاجين من نعمة سيموليشن لس او في ناتج من ترفيلينز ويب والترفيلينز ويبزي ممكن يحصل لها دامبينج نتيجة لللاين رزيستنس فممثله في البي اس كاد بالفريكونسي ديبندنط ترانسميشن لاين موديل فبنحتاج الداتا بتاعة المسافة بين الموصلات مساحة المقطاع الدات المعروفة بالنسبة لي التراصيم شاء الله الهيد ارتفاعي من العرض بالنسبة للاحظة الترانسفورمر موديل سنحتاج لحثة السيعتوريشن نحن نحن نحتاج للو في فز الحثة كلنا محتاج الليو في التمثيل في التمثيل بنحتاج الليو في تمثيل الدينار جايزين و الترانسفورمر نتجي للدينار جايزين إذا كان لدينا لونج كيبل أو لونج ترانسفورمر و دي كله طبعا دي برضو نرجى من الاس او بي فبنحتاج لتفاصيل بالنسبة للساتوريشن نجد نعمل مدير لتراند للساتوريشن كيرف الساتوريشن كيرف ما يعني ما بنحصل عليهم من المانوفاكتشر نحن دايما ما قاعدين نحصل عليها من المانوفاكتشر كذلك الكاركتوريستيكو بكور 3 لم 5 لم دي برضو بنحتاج لها لتمثيل الترانسفورمر يعني خلال السميوليشن هنعرف كيف نحن نقدر نعمل تمثيل موديل للساتوريشن كيف و كيف نعمل تمثيل موديل للساتوريشن كيرف أيضا كذلك الشانط ديفايزي نعمل الاجبات السرع بعتباره نعمل نعمل وبالنسبة لنا هنا في الاسو بي هو بروتكتيف ديفايس بعمل لنا ليبين بعمل لنا ليمت للستشي نوبار والتيك فمهم جدا نمثل السيري الريستر عمل له موديلين الوالتيك سورس محتبارا هي سيستيم باونجرس إذا كان جنريتر سورس فممثل أيضا كفولتيك سورس لان زي ما ذكرنا نحن الديناميك ترانزيان بالنسبة لسورس لانه في نهاية الديناميك ترانزيان والإنيرشيا بالنسبة لجنريتر سورس ونحن نتكلم ونحن نتكلم فيو سايكل وما عندها دور فقط بمثلك بص فولتي بالانجل طبعا ومثل 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 هذا الديناميك تحتاجه بالنسبة له للجنريتر للتمثيل لدراسة لدراسة للمثل من لجنريتر للنسبة له وتريد وترانزيان وتركيين التركيين وتركيين المطاق صاحب من واحدえば المطاق صاحبكن غيرة المطاق ١٤٦ الـрادوس الـ المطاق التفاصيل thunderstorm بخير خير قوية الأخير نحتاجه في الموديل و نحن نمثل بحيث يسمى البركوينسي موديل لأنه نحن بحظة تأثير الترابلين ويفس الترانسو بوزيشان إذا كان عندنا الترانسو بوزيشان في الخط لازم نمثل به الكابل موديل عندنا في البيس كاد نوعين بيرقرام موديل وفريقونسي ديبندد موديل برضو للترافل تايم بنحتاج للسيرج امبيدانس اما بالنسبة للفريقونسي ديبندد موديل فقط بيزيد ان كابل ديزاين داتا يعني هنا شوية التفاصيل بالنسبة للكابل بنحتاج التفاصيل اكتر الديميتر بتاع الكندكتر بتاع الانسيليشن السموك بتاعه اذا كان في سيموكندكتر في سكرين وهكذا بنحتاج لها داتا وكثيرة للكابل تمسيج بتاعه شوية معقف في البيس كاد زي ما ذكرنا بالنسبة للتراسفورمر اول حاجة بنحتاج الجنرال داتا اللي هي الراتنج و البوزوتي فو سيكونس امبادنس والسياتيليشن مهم جدا السياتيليشن داتا ديما منلقاها عند نشوف السياتيليشن وضعها كيف نخلص نحدي الان عمل 31 106 طبعا لان انا هنا شغال بملتي بالرن هنجي نشوف نحن ليه بنستخدم ملتي بالرن ليه اللي يستضيوا في SOV هنجي نشوفه طيب تراسفورمر داتا سياتوريشن كيرف بنحتاج بنحتاج وده ما منلقاها يعني الداتا دي من المانوفاكشر ما قاعدين لقاها فلازم نحن يكون عندنا ليها الوزرابول انجينيرين 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 تكون صالحة لتمثيل السياتوريشن داتا فدحنا عادة لما نجي في الحتة بعد السياتوريشن داتا في البداية بنختار التيبيكال التيبيكال بنسبة لسياتوريشن السياتوريشن داتا ولكن بنمشي نعمل 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 تاني وبناختار سيستم بنعمل انفينيتيب بس يعني سيستم يكون سترون بير سترون ببعنا انه ال الميدز بتاعته قليلة بسيطة يعني يعتبار سترون عنده هاي شو سيركي باور ونعمل نعمل 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 بالنسبة للترانسفورمر نعمل 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 للترانسفورمر فحيكون عندنا الرش كرن طبعا ونحاول نغير في الداتا بتاعت السيطوريشن داتا حتى نحصل على قيمة بيك فالو للرش كرن تغريبا في حدود من 6 ل 7 من 6 ل 8 اضعاف الريتنج كرن بتاعته الترانسفورمر فهنا في اللحظة دي الداتا دي بتكون بالنسبة لنا يعني كده كده بنقدر نعمل بالترانسفورمر للموديل بتاع السيطوريشن داتا بالطريقة دي كده داك اكدين انه الريتنج مناسبة طبعا في السيستيم بتاعنا نحن لانه سيكون ممثل فيه اكتر من سوبي ستيشن فيه اكتر فيه ترانسفورمر فيه كده وانا عندنا نحن عندنا نحن وكل عنده هاي شو سيركيت بار بمعنى عنده لوق امبيدانس بزوط سيكون امبيدانس وانا نشوف الريتنج بنعدل في الداة الحد ما نحصل لعلى الريتنج من 6 إلى 8 ضعف بمعنى بمعنى اذا الحد 10 اذا 10 اوكي لكن 6 إلى 8 انف يعني اني كنت اررش 6 ل8 ضعف times الريتنج بتاع الترانسفورمر فهنا كده نحن بنعمل للموديل طيب لشانت راكتر طبعا نحن لئه بنعمل لأنه في النهاية الكوردة بيحصل ليه saturation الكوردة في النهاية البي اتش كيرف تاع saturation ويحصل لنا saturation للكور يعني الترانسفورمر فمهم جدا لأنه نعم في ريج معين هو بيشتغل كالينير لكن ممكن في لحظة بيكون اذا الفلكس زاد عن غيمة معينة بيخش في حالة saturation فالسلاء بدأ سلية في الاس مضبوط ايضا كذلك الشانت راكتر اذا كان single face unit او كلها يعني 3 face unit وحدي وال core اذا كان 3 limb او 5 limb الشانت الcapacitor طبعا بالمثال بالequivalent capacitance serious compensation ما 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 قاعد نسى طبعا السيرجر ريستر على ريستر ريتن نحن هنا السيستم بتاعنا 380 كيلو فولد line to line بمعنى انه line to neutral ستكون سيرجر ريستر توصيل بتاعه line to air سيرجر 380 كيلو فولت line to line بتعمله 129 19 line 6 5 line to air سيرجر ريستر ريتن هو 360 كيلو فولت 360 كيلو فولت بمعنى 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 13 كيلو جول لكل كيلو فولد هنا الكيرف انه اذا كان لحد 1.4 ما ما عنده دور في المنظومة الى ان تصل الى بمعنى 1.8 فسحب لك تيار 5 كيلو عمبير وهكذا كل ما زاد فولتج كل ما حصل لك كل ما حصل لك انرجي انرجي observated با السيرجر ريستر فطبعا احنا ذكرنا انه هو معنى السيرجر ريستر يمكن الحماية من السيرجر ريستر مهم وهنا الهدف الاساسي من نعمل الاساسي نعمل ونشوف دوره وفعاليته في المنظومة اما بالنسبة لل السيرجر سيكون من الاسماء يعني ما حيصار في الصورة ما عنده دور 1.5 لان ما يصل لسه على الحتة التي بيعمل فيها كليبين فبقى انه انا اذا كان عندي تو و تو بيستمر لفترة طويلة مفترض يكون عندي لانه في النهاية هو ما بيحصل لي السيرجر دورة اذا كان إذا كان شكرا اذا كان يهلا مفترض يكون هدو الجامعة ما بيحصل لإنه صورة مدل تقربة مجتمع يسا ليس مثل ن rides cin في النهاية نحن عندنا وزيستان ليفل لأي كوب من لأي كوب من نحن هنا بالنسبة للاين البلاك ديع السيستيم نحاول نحاول نكمل لانه فيديو طال سنكمل في فيديو آخر ان شاء الله وعلى الأقل يكون السيميليشن هنا خلص تقريبا نوصل لسيتة واربعين مرة نحن نترك في فيديو كنتي مشاهدة السلام عليكم